الحكاية دي مش موجودة غير عندنا لا هي موجودة في حتة كتير بس احنا اكتر دولة يتوافر فيها العنصرين دول ده امر الله طيب امر الله ده مش كان موجود طول الوقت يا يوسف اه بس ربنا بيسبب الاسباب موجود طول الوقت وللأسف بتهمل هذه المعلومات وموجود طول الوقت وما كانش حد بيشتغل على كده دلوقتي بقى فيه حد بيشتغل على كده طب ايه قصة يا سلام سلم لما تبقى الطاقة المستخدمة في عملية الفصل الكهرابي ما بين الهايدروجين وما بين الاكسوجين تبقى طاقة متجددة لانه الجماعة الاجانب الجماعة بتوع اوروبا عندهم اشترطات في كل حاجة حتى لو انت هتصدر له طاقة زي طاقات الهايدروجين الاخضر والامونيا الخضرة بيجيوا لك طب ومصادر الطاقة اللي انت اشتغلت بيها ايه هم طول الوقت العالم دلوقتي اصبح بيمضي قدما في اطار ان كل شيء يبقى اخضر لهذا السبب احنا كان عندنا كوب 27 مصر كانت الدولة الاكثر فاعلية في انه نضع كوب 27 في اطار ايه قمة تنفيذ مش قمة توصيات يعني القمة عملت عشان نقدر نحقق الاستثمارات دي بالشكل اللي اتفق عليه العالم وبالشكل اللي مصر بتدفع في سبيله طيب مصر عمليا اكبر دولة في الشرق الاوسط من حيث مشروعات الهايدروجين الاخضر والامونيا الخضرة بمنطقة البساطة اه ده باعتراف العالم دي مش بس البيانات الداخلية او المحلية المصرية ده باعتراف العالم ده معناه ايه؟ معناه ان انت بتاخد خطوات اقتصادية او اجراءات اقتصادية غير سليمة او متعثرة ولا ده معناه ان انت في عندك رؤية فيجن استراتيجية وبتشتغل على تكتيكتها وصولا للمستهدف جاوب انت